نعم أحمد هذا سؤال المليون دولار لأن يبدو بأن هناك رغبة من قبل إسرائيل من أجل استفزاز يتيح لهم بالتواغل في جنوب لبنان أعتقد بأن هذه ستكون فكرة رديئة جدا وأعتقد أيضا بأنها لن تساعد لبنان في أن تبقى كدولة متماسكة لكل الأسباب التي ذكرتها والمتعلقة بالاقتصاد ولكن إسرائيل تبرر ذلك بناء على حوالي ستين ألف مواطن إسرائيلي يعيشون شمال إسرائيل والذين تم نزوحهم داخليا فهي تبرر هذه الأعمال بناء على أن تتيح لهؤلاء المواطنين العودة إلى ديارهم بأمان ولكن الكثيرون يأملون أن يكون هناك حلا آخر ليتمكن هؤلاء المواطنين من العودة إلى ديارهم دون أن يتطلب الأمر هجوما بريا من شمال إسرائيل إلى لبنان ترجمة نانسي قنقر